اشتركوا في القناة ومسافة هذا الشوط الذي خصص للذلل الاصائل شوط الحيل والكل قادم للمتعة والإثار ستة كيلو مترات التي تحمل لنا مسافة الاصائل مسافة الابطال مسافة الاقوية بدأت الشعارات الخليجية القادمة الباحثة عن الفوز عن الكأس في بطولة كأس الخليج الخامس مقدمة شوط المركز الأول أكثر المهددين لسن الكبار مع الشحانية وأبناء الشحانية يتقدمون مع المركز الأول مع المركز الأول مقدما لنا مزن أمبارك بن محمد بن زايد الأمطوع الخيارين أحد الأسماء القوية القادمة مع منتخب الإمارات يتقدم واحد أكثر الأسماء التي صعدت إلى منصات التتويج يتقدم مع مزن المركز الثاني أوصلوا 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 اللي متسلطنين على الرموز يتقدمون بحلواهم الأعمانية يتقدمون مع المركز الثاني القادمة مع شعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي ممثلهم الدايم شابتهم الدايم يتقدم مع مدحة مع المركز الثاني أيضا يقدم لنا مدحة وهي أيضا أحد الولايات في سلطنة عمان الشقيقة من الشمال والسلام اليوم من ولاية إلى ولاية يحلل سلطنة المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من العزوم القادمة على مستوى المركز الثاني من منتخب الإمارات يقدم لنا العزوم العفاري سالم بن إحلال بن مبارك يتقدم مع المركز الثالث المركز الرابع التقدم التواصل التواجد من العنود العنود يا ليل العنود العنود تتقدم صالح بن حمد بن كمرة يتقدم مع المنتخب العنابي مع المنتخب العنابي والذهب يا عذابي يا بن كمرة يا بن كمرة أقمرهم ونورهم وانت دائم منورهم المركز الرابع ذكرنا بأنهم أبناء السلطنة يتقدمون مع المركز الرابع المركز الخامس القدوم مع المركز الخامس والوصول من السايحة على مستوى المركز الخامس من منتخب سلطنة عمان الشقيقة سعود بن علي الحبسي يقدمها يتابعها يراقبها الحبسي ولكن أيضا القدوم من منتخب الإمارات والتقدم من الضائر 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 والله هذه صوغ صوغه القادمة مع مبارك من خادم بن حارب الخيالي مقدم لنا شعاره مع منتخب الإمارات العودة إلى الرقص مع الكبار متعة الكبار وشوط الحيل الذي يضم أسماء تاريخية أسماء الرنان أسماء لها باع طويل العودة إلى مقدمة شوط إلى مزنة إلى مزنة إلى مزون مزنة مع المركز الأول مبارك من محمد بن زايد الخيالين يتقدم مع المركز الأول مع المنتخب القطري يبحثون عن الفوز عن الكاس عن الذهب ولهم عادات وصولات وجولات مع الكبار المركز الثاني المركز الثاني مع العنود مع منتخب الإمارات وصالح بن حمد السندباد القطري يتقدم بن جمرة مع المركز الثاني مقدما للعنود العنود مع المركز الثاني المركز الثالث أيضا مدحة متقدمة مع ابناء السلطنة مع منتخب السلطنة محمد بن سالم بن محمد الوحيبي ولكن التدخل الوصول الانطلاق من ناصية ناصية الوصول والمرشحة الأولى من المنتخب القطري تتقدم ناصية ويقدمها محمد بن علي بن سلام الهاجري ما منا سلام ما منا سلام المرشحة الأولى ظهرت في هذه اللحظات أيضا القدوم من تحمل الرقم واحد واربعين مع المنتخب القطري يتقدم مع متعب علي بن حمد بن خليف العطية مع المركز الرابع المركز الخامس أبناء السلطنة مع المركز الخامس ألف ومئتين ألف ومئتين الكاس ينتظر معركة الكبار ورقص الحيل ومتعة وإتارة في كاس الخليط ولكن بالرشيد 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 قادم والعطية والعنابي ومعركة إماراتية قطرية إماراتية قطرية عمانية من أجل الكاف من أجل فوض روح بن سلامة روح بن سلامة روح بن سلامة مع المركز الأول مع مقدمة الشوط منتخب قطر منتخب قطر يشكل الخطر يشكل الخطر المركز الثاني صوغة صوغة سلطان بنحميل بن سالم العمري مع منتخب سلطنة عمان وبررشيد يلعب بالمنتخب الإماراتي يلعب بالمنتخب الإماراتي تحرك بالرشيل تحرك بالرشيل راحب محمد يلعب بالمنتخب الإماراتي هذا حموري بالهجن هذا حموري بالهجن هذا أحمد خليل روح بالكاس روح بالرمز الكاس الخامس الكاس الخامس الكاس الخامس وخلصنا منه هتونا السادس هاتون السادس جاب بالرشيد جاب بالرشيد أحده لجال زايد أحده لجال زايد أبناء زايد يضربون بالسد يضربون بالسد بكعس الخليل تهانينا لدكتور الأصائل ولمنتخب الإمارات أولا وتهانينا لك يا بالرشيد على هذا الفوض والانتصار مع من فازة الشهنية بالكعس خليفة بن سلطان بالرشيد الاكتبيد دكتور الأصائل المركز الثاني الهدى مع المركز الثاني جاسم بن حمد بن خليفة العطية من منتخب قطر المركز الثالث ناصية لمحمد بن سلام الهاتري مع الميدالية البرونزية تغادر أيضا مع الفضية للمنتخب القطري المركز الرابع عند سعود بن علي أم المركز الرابع والخامس عند لجنة الخطي والتحكيم تسجل الأمور الكأس السادس يضاف برسيد منتخب الإمارات تسع دقائق اثنى عشر ثانية هو التوقيت الثمني تهانينا لمالك الشهنية خليفة بن سلطان بالرشيد الاكتبي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني تسع دقائق اربعة عشر ثانية وجزء واحد من الثانية بينما المركز الثاني والميدالية الفضية غادرت للأشقاء في دوحة الخير ومع المنتخب القطري مع شعار العطية والمركز الثالث أيضا مع شعار بن سلام الهاتري والميدالية البرونزية للأشقاء في المنتخب القطري تسع دقائق خمسة عشر ثانية إذن متابعين